ببقى انك اكاديمي بتسمع المهرجانات؟ بسمعها طبعا الاغلاط اللي موجودة في الموسيقى حدث ولا حرج. حدث ولا حرج. كرداد غلط مزيكة غلط مقامات بايزة. طب والناس مبسوطة بيها وموجبة بيها كل حاجة غلط. ما انا بقولك فيه تطور بيحصل وفيه كلام جديد بيحصل. اذا كان حلو. يعني المهرجانات انت بتعتبرها تطور? هو ده تطور. ما هو التطور لازم يبقى كويس. هو لون تاني مختلف خلص بس ما اعتقدش انه تطور مزيكة خالص يعني. هو شكل جديد حصل. فاحنا بنقول الدنيا تطورت بقت كده. ده تأخر. يعني انا شايفة ان الناس بتتأخر مش بتتقدم يعني. هو ده الحكاية ماشية كده. قلتلك التغير بقى ليش تطور? انا اسف ان انا قلت التطور. يون زوء عام هو اللي حاكم الموضوع? التغير اللي حصل ازا كان كويس او ازا كان وحش فهو تغير. يعني هو تغير بس مش تطور. نعم. تغير. تغير. اهو. المزيكة ممكن بتستهوي بعض الناس. والزن على ودان امر من السحر. فانما تفضل تزن بيها كل يوم التاني. طب انت شايف ان المهرجانات دي ممكن. خلص هتبقى. الناس بقت تسمع غلط. بقت تحب الحاجة الوحشة. الوحشة. انا بقولك انت شايف المهرجانات دي ممكن يبقى في منها امل. لو خدت يعني اهتموا بيها شوية موسيقيا ولا ما فيش امل خالص. في امل ان هي تبقى احسن لو لو تم الاهتمام بيها موسيقيا. يعني ساعات الواحد دي يفكر يقول طب احنا نعمل حاجة تخلي الناس في نفس الشكل ده. ايه. يروحوا يسمعوا حاجة نظيفة. بكلام كويس. بمزيكة كويسة. بنفس الشكل. ده بس هارمونيا صح. موسيقيا صح. الات مزبوطة تعزف. عزفين شاطرين يعزفو. ناس بتفهم في المزيكة هي اللي تنفذ الكلام ده. بس الواحد بيقلق. يقولك بوزت تاريخك الفني. وعملت وسويت. ده اللي بيخلي الواحد يا تراجع بس ان هو ممكن يعمل حاجة زي كده. اغنية زي بنت الجران. كلماتها مش وحشة. بس فيها كلمات زعلت الناس. بس انا بقول كلماتها مش وحشة. لحنها. انت شايف ايه الغلط في الاغنية دي. اللحنة مش غلط. اللحنة اساسا كان بتاع اغنية تانية لمحمد حماية. صح? صح. طيب. فنيا تحكم عليها الغلط فين هنا. الغلط مش في اللحنة. لان اللحنة اتغنى مرة. ونجح. واتغنى بشكل تاني. اه عمل اه. كلماتها مش وحشة ايه بيان. كلماتها مش فجة يعني. هو بتاع المزيكة استهوى الناس حلاصة?